اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في مدينة القاهرة مع أخيه معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة وخلال الاجتماع أكد معالي وزير الخارجية عمق العلاقات التاريخية الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وما تستند إليه من دعائم صلبة وتواصل دائم بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف القضايا وما تشهده من ازدهار على المستويات كافة مثمنا معاليه الدور المحوري لجمهورية مصر العربية في حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا العربية من جانبه أعرب معالي السيد سامح شكري عن اعتزاز جمهورية مصر العربية بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مملكة البحرين مستعرضا سبل الارتقاء بهذه العلاقات على الأصعدة كافة بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين مشيدا بالجهود الحثيثة والدور المهم لمملكة البحرين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة